ينضم إلينا من الخليل مراسلنا هناك رأد شريف رأد الصورة لديك أعداد الإصابات وهل نتمنى أن لا يكون هناك وفيات في الأراضي المحتلة وأيضا أعداد من تماثلوا للشفاء الأمور حتى هذه اللحظة مطمئنة جدا بالنسبة لطبعا حالة الوفاة هناك حالة وفاة سجلت قبل عشرة أيام هي لستينية من بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة ولكن أوضاع المصابين بفيروس كورونا مستقرة وسليمة إن صح التعبير لكن مع كل أسف هناك ازدياد في عدد المصابين قبل قليل ومن خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر رئاسة الوزراء الإعلان عن خمس أو ست إصابات جديدة وبعد عصر هذا اليوم أعلن عن خمس إصابات أيضا هذا يرفع عدد المصابين اليوم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة إلى 22 حالة ويرتفع العدد الإجمالي منذ بداية طبعا فيروس كورونا هنا في الأراضي الفلسطينية إلى 216 حالة مصابة معظمهم طبعا في الفترة الأخيرة هم لعمال قادمين من منطقة الخط الأخضر أو حتى من مدينة القدس المحتلة وخالطوا عائلاتهم وهذا ما كانت الحكومة الفلسطينية تحذر منه وزارة الصحة الجهات الرسمية قالت للعمال أحجروا أنفسكم في منازلكم وطالبتهم من العودة إلى المنازل وأن لا يختلطوا بأحد وحتى يعني المرور من خلال جهات رسمية لكي يتم فحصهم وهذا لكي لا يؤدي لتفشي فيروس كورونا لكن أحمد الأمور خطيرة جدا وهذا حديث الحكومة الفلسطينية وليس باجتهاد شخصي إن رئيس الوزراء الفلسطيني قال إن الأسبوعين القادمين سيكونان من أخطر يعني هذه الأيام أو من أصعب طبعا هذه الأوقات وذلك لعودة قرابة خمسين ألف عامل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الضفة الغربية وهذا يعني أن العمال الذين سيعدون ماذا عن الاستعدادات الطبية في الأراضي المحتلة مدى جهزية المستشفيات عدد سرة العناية المركزة عدد الفحوصات التي تجرى يوميا لاختبار الإصابة بفيروس كورونا جميل جدا في البداية نتحدث عن المستشفيات في الضفة الغربية في كل مدينة على حدة تم إنشاء مستشفى لاستعاب المصابين بفيروس كورونا وهناك محاولة طبعا لجلب مزيد من العينات أو ما تعرف بمسحة الأنف وهذا لإجراء فحص أو إصابة فيروس كورونا لكن بالنسبة لعدد العينات التي يتم فحصها يوميا كان رئيس الوزراء الفلسطيني تحدث بأننا بدأنا بفحص في اليوم الأول ثلاثمائة وتسعين شخصا اليوم نستطيع فحص 1500 شخص في اليوم الواحد وأنت تعلم تماما أن فلسطين إمكانياتها متواضعة ولا يتم مقارنة الأراضي الفلسطينية بدول أوروبية من حيث الجغرافيا وعدد السكان وكذلك الإصابات نحن نتحدث حتى هذا اليوم منذ بداية واكتشاف فيروس كورونا في مدينة بيت لحم قبل حوالي 30 يوما عن 216 إصابة هذا يعود لحالة الوعي عند الشعب الفلسطيني بالإضافة أيضا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفلسطينية منذ اليوم الأول أعلنت حالة الطوارئ أوقفت المدارس اليوم العملية التعليمية طبعا غير مستمرة المدارس الجامعات المعاهد رياض الأطفال الأسواق مغلقة هناك خسائر كبيرة في الشارع الفلسطيني لكن هذا من أجل وقاية الشعب من الإصابة بفيروس كورونا وتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما ونحن نتحدث عن ستين يوما وهذه ربما لأول مرة تحدث وجائحة كورونا التي هزت العالم وهذا المرسوم الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني أمس في كلمته نعم نعم أشكرك جزيل شكر رائد شريف مرسلنا كنت معنا من الخليل في الضفة الغربية المحتلة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك